شدينا خلينا دلاتي نروح مع حضراتكم لتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيستقبل وزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك في مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة ومن المقرر أن تركز المباحثات الثنائية على سبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار فوري في غزة ونفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية للنازحين الفلسطينيين وسبل إنجاز صفق التبادل الأسرة النهاردة هتشارك هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من خلال وفد رسمي عالي المستوى في مؤتمر آتوم أكسبو الدولي اللي بيعقد في مدينة سوتش الروسية في الفترة من 25 ل 26 مارس 2024 يعقد المؤتمر سنويا ليعرض أحدث ما توصلت إلى التكنولوجيا في المجال النووي النهاردة هتستكمل قوافل السعادة التبع لمؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي فعلياتها بملعب مدينة الأسمرات إحدى المدن الجديدة بديلة المناطق العشوائية بالقاهرة ومن المقرر تنظيم عدة فعليات مختلفة منها ورش حكي للأطفال للتوعية بمخاطر الإدمان وأيضاً رسم وتلوين وجوه الأطفال بأعلام مصر وفلسطين وغيرها من الرسومات الكارتونية ده بالإضافة لفقرات إنشاد ديني والأرجوز وأيضاً الإفطار الجماعي النهاردة هتشهد الكرة الأرضية أول خسوف قامري في عام 2024 من النوع شبه ظلي ولن يرى في مصر والمنطقة العربية وبيتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1445 هذا الخسوف سيغطي شبه ظل الأرض 95.6% تقريباً من قرص الشمس وبتستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات 39 دقيقة تقريباً